القمة الأمريكية الأفريقية تهدف إلى تعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين وهي الثانية من نوعها حيث عقدت الأولى عام 2014 بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما القمة الأمريكية الأفريقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والشركات بين القطاعين العام والخاص حيث ترى واشنطن في إفريقيا القارة الأسرع نموا في العالم قمة ذات طابع خاص تلك التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن على مدى ثلاثة أيام وهي القمة الأمريكية الأفريقية قمة تشهد مشاركة واسعة من القادة والزعماء الأفريقى فيما تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعزيز علاقاتها مع القارة السمراء التي نمى نفوذها الجيوسياسي بشكل كبير خلال العقد الماضي البيت الأبيض قال إن القمة التي تستمر ثلاثة أيام ستتضمن اجتماعات رفيعة المستوى وستشهد إبرام صفقات تجارية بين الشركات الأفريقية والأمريكية وإطلاق عدة مبادرات من بينها مبادرة لتعزيز الاقتصاد الرقمي للقارة كما سيعلن الرئيس بايدن الدعم الأمريكي لمقعد الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين وكذلك لصالح تمثيل أفريقي أكبر في المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والقمة الحالية هي الثانية منذ القمة الأمريكية الأفريقية الأولى التي استضافها الرئيس باراك أوباما عام 2014 وتحاول خلالها واشنطن توطيد علاقاتها السياسية مع الدول الأفريقية فضلا عن استعادة قوتها الاقتصادية بعد أن تضاءلت التجارة الأمريكية مع القارة إلى 64 مليار دولار بما يمثل 1.1% من التجارة العالمية للولايات المتحدة